اشتركوا في القناة الشارقة العروس الدائمة للثقافة صاحبة التاجين تاج الثقافة العربية وتاج الثقافة الإسلامية الشارقة في هذا العرس السنوي الذي تكون فيه محجا للأدباء والشعراء والمثقفين والباحثين من كل أقطار الوطن العربي بل والعالم اليوم نحن مع مجموعة من الأساتذة الذين لهم باع طولة وتجربة ناضجة في مجال البحث والإعلام والرواية والدراسات الأدبية موضوع هذه الندوة اليوم هو علاقة التشكيل البصري بالكلمة قال أحدهم الفكرة أو الشعور أو العاطفة موجودة عند الإنسان الموسيقي يعبر عنها باللحل والكاتب يعبر عنها بالحروف والرسام يعبر عنها بالريشة والراقص يعبر عنها بحركة الجسد والفيلسوف يعبر عنها بالنظري وبعضهم يفضل أن يعبر عنها بالسكوت والصمت كما قال أحدهم لغة ولكن الذين يفهمونها قلة أهلا وسهلا بكم وبضيوفنا الأستاذ الروائي الإعلامي الحبيب ناصر عراق غنيون عن التعريف علم من أعلام الرواية مدير تحرير دبي الثقافية وما أدراك ما معنى مدير تحرير في ذلك الوقت وقبلها كان مسؤول ملف المبدعين في مجلة الصدى الآن هو مدير تحرير مجلة حروف عربية التي تصدر عن ندوة الثقافة والعلوم في دبي ناصر عراق صاحب البسمة البريئة التي تشبه بسمة الطفل ولكنها عميقة ناصر عراق صاحب رواية الهدهد أزمينة من غبار العاطل نساء القاهرة دبي والآن صاحب رواية الأزبكية التي تصدرت رقم المبيعات في مصر لهذا العام لن أطيل في السيرة الذاتية لناس العراق فأظن أن مهما قلت بحقه يبقى قليل وأنا غير حيادي بالنسبة له في يوما من الأيام وما زال كان صديقا وجارا أهلا بجار الرضا الأستاذة فتحية النمر تربوية أيضا والآن متفرغة للعمل الأدبي رواية تركت بصمة في العمل الروائي هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وانتقلت رواياتها خارج الحدود أذكر من رواياتها السقوط إلى أعلى وطائر الجمال مكتوب للقمر جانب آخر وروايتها الأخيرة كولاج ولها مجموعة قصصية بعنوان هي ولا أحد أيضا الأستاذة فتحية النمر تجمعنا بها الصحبة الأدبية وسابقا كانت التربوية لكن محدثكم ما زال في التربية وللأسف الأستاذة لنا الحسن الآت هي من عبق البادية السورية حيث أشجار الشيح التي تلوثت الآن بالدم لنا الحسن تعمل في الصحافة والإعلام لها من الروايات سلطان دررمل نازك خانم بنات نعش ألماز ونساء ولها في الدراسات حول دولت الإمارات رجال وقبائل هذه الكوكبة من نجوم الرواية والعمل الإعلامي أنا سأكون مختلصا للنظر من ورائي كواليس وأترككم معهم لكي يعبر كل واحد منهم في عشر دقائق حول رؤيته للكلمة من منظور يعني التشكيل البصري أو السمعي أو الموسيقي وأنا ربما يعني سأكون في حضورهم أحب أن أكون مستمعا غير أن التشكيل البروتوكولي جعلني رئيسا للجلسة أكرر ترحيبي بكم وبهم متمنيا لكم الفائدة والمتعة وسأبدأ مع أخي الأستاذ ناصر عراق مساء الخير أود في البداية أن أشكر حضوركم الطيب وأشكر معرض الشارقة الدولي للكتاب وإدارته الميمونة لتكرمهم بدعوتي إلى هذا اللقاء وبين وبين معرض الشارقة علاقة ممتدة عميقا في التاريخ منذ هبطت أرض الإمارات في يناير تسعة وتسعين وأنا حريص دوما على التواجد في معرض الشارقة قبل أن يأتي إلى هنا كان موجود الأول في المنطقة عند القصبة الآن ومع تطور المعرض برعاية صاحب السمو الشيخ سلطان أصبح أعلامة فارقة في معرضنا العربية كلها ومنذ يومين كتبت مقالا عنوان معرض الشارقة للكتاب المجدو للثقافة ونشرته في جريدة التحرير القاهرية أشكر أشكر الأستاذ الشاعر عبد الرزاق درباس لكلمته الطيبة التي تقدم بها أو تصدر بها هذه الندوة ورجل شاعر رقيق وبالمناثبة جاء اليوم متحملا على نفسه فقد استشهد أمس شقيق زوجته وابنه في سوريا ومع ذلك أصر أن يدير الندوة فجزاء الشهداء كل خير ونشكرك على تحملك هذا حقيقة من ضمن التعريف الذي أقدمه الأستاذ عبد الرزاق عن شخص المتواضع نسي أن يقول أنني خريك كلية الفنون الجميلة بالقاهرة فأنا علاقتي بالرسم علاقة عميقة جدا وأنا أكتب الرواية وأنا رجل إعلامي وأعشق الطرب والموسيقى من أول ومكلسوم وعبد الوهاب حتى فيروز ومرسيل خليفة وصباح فخري فيبدو أن الندوة تلبستني تماما في اختيارها ما بين الرسم والكلمة والموسيقى العلاقة أعمق مما يتخيل أحد ولا أظن أن روائيا أو شاعرا مجيدا ومتقنا لعمله قادر على أن يصوغ أفكارا جديدة ويبتكر تعبيرات مختلفة دون أن يدجج نفسه بالإنصاط إلى الموسيقى دون أن تربطه باللوحة واللون والخط والكتلة والتمثال علاقة متينة ومؤسرة إنه هذه الفنون والمصرح والسينما كمان يعني هذه الفنون كلها سبيكة وحدة منجم واحد على المبدأ الحقيقي أن يتزود منها ما شاء وسأضرب مثلا ببعض الأغنيات الشائعة يعني أم كلسوم لها غنوة اسمها شمس الأصيل كتبها بيرم التونسي ولحنها رياض الصنباتي ما أطلع الغنوة بيقول لي شمس الأصيل دهبت خوص النخيل على صفحتك يا نيل تحفة ومتصورة يا جميل شوف الصورة شمس الأصيل شمس ضوء نور دهبت خوص النخيل النخيل الخوص بتاعه خلته لونه ذهبي ساعة الأصيل شوف الصورة والموسيقى واسمع الموسيقى معه لما تيجي فيروس تغني لجبران أعطيني الناية وغني لما ييجي مرسيل خليفة يغني لدرويش أحنه إلى خبز أمي وقهوة أمي نحن نرى في الصوت وفي الموسيقى وفي أداء مرسيل وفي كلمات درويش الله يرحمه نرى شكل الأهوة نرى صورة الأم نرى لحظة الحنين أنا أتخيل أنا أتخيل أن المتعمق في الفنون وفي الأداب سيكتشف الكثير من التمازج والتداخل والتلاحم والتشابك بين هذه الفنون المختلف ولنا في نجيب محفوظ ولنا في مركز أسوة حسنة في قدرتهما الفذة على كتابة نص روائي يمتزق بالوصف الذي يفوح منه رائحة الموسيقى في رواية خريف البترايركر ماركيس بطل الرواية يقول أو ديكتاتور البترايرك بيقول للبنت أرجوكي أطفئي هذه الوردة هل الوردة تضيء عشان تطفئها هل يملك الإنسان أطفئي يعني نور يعني لوحة يعني لون كيف كانت هنا الصياغة في هذا الشكل كي لا أطيل عليكم ما أريد أن أقوله أننا لا يمكن أن نكتب دون أن نكون ملمين بالموسيقى ملمين بالرسم باللوحة بالتشكيل وكذلك الرسام الذي لا يقرأ لن يكون رساما جيدا لن يكون نحاتا متميزا والموسيقي يعني محمد عبدالوهاب هذا الذي يقال له الموسيقار الأعظم وموسيقار الأجيال هذا كان الصديق الحميم أو التلميذ الحميم لأحمد شوقي أمير الشعراء لا يمكن كان عبدالوهاب سيبدأ لنا هذه الموسيقى وهذه الألحان دون أن يكون تثقف على يد واحد من العظماء وهو شوقي وبالمناسبة عبدالوهاب غنى أكثر من 72 قصيدة بالفصحة يعني لما يغنيها جارة الوادي اللي بتقولها فيروز يغنيها سنة 27 ده يستفز يستفز خيالنا طب سنة 27 كانت المجتمعات العربية تستطيع أن تتذوق قصيدة بالفصحة ما بال الغناء الآن بأي مستوى وصل ماذا حدث للمجتمعاتنا إذا 27 يغني يا جارة الوادي وسنة 33 يغني جفنوه وعلم الغزل للأخطل الصغير شوفوا الموسيقى في جفنوه وعلم الغزل إزاي وشوفوا الكلام إزاي يعني أنا يعني كي لا أطيل أنا ما عرفش الوقت معانا وقت يعني والله أنت كريم يا أستاذ والله العفو أقصد أن أحد أسباب انهارات الأداب والفنون بشكل عام هو التنافر ما بين أو عدم المام المبدع الحقيقي بجافة أنواع الفنون إذا كان روائيا عليها أن يلمي بالآخر إذا كان رساما عليها كم يعني بصراحة شديدة كم رسام يدخل المسرح ويتابع المسرح كم رسام يقرأ الرواية والشعر كم روائي يهتم بزيارة المعارض وتأمل اللوحات كم موسيقي يتابع أنشطة الفنون والإبداعات الأخرى هذه أسئلة أنا أظن نحن يعني نتمنى أن نفتح حولها حوارا مطولا لنعيد البهاء لترابط الفنون لوحدة الفنون بعضها مع بعض بدل ما كل مجموعة تكتب رواية أو ترسم أو كأنها في جزر منعزلة ليس بينها رابط أرجو أن أكون قد أطلت وأشكر لكم حسن الاستماع وفي انتظار أي أسئلة ونتحدث بعد السيدتين شكرا جزيلا شكرا أستاذ ناصر أنا ما نسيت أنك خريج كليل الفنون وإنما قلت لو أردت أن أسرد من سيرتك الذاتية لطالبي الوقت وأنا أذكر أنه كان بين قوسين يشاغب بالفنون الجميلة فعندما يكتب دراسة نقدية أو أدبية كان يضع سكيتش الفني بتوقيعه ما زلت أذكر الآن نعم في كل المجالات تتقدم الأمم بتعميق التخصص حتى أن أحد زملاء الصحفيين قال أخشى أن يكون في المستقبل مثلا طبيب مختص بفتحة الأنف اليمنى وليس له علاقة باليسرى لكثرة التخصص ربما هذا ينجح في المجالات العلمية التقنية ولكن صدقوني أنه في المجالات الأدبية الوجدانية وحدة هذه الأجناس أو تكاملها مع بعضها هو الذي يرتقي بين كلمة ولحن ومسرح ولون شكرا لإضافتك والآن الكلمة مع الأستاذة فتحية النمر أيضا في غضون عشر دقائق فلتتفضل مساء الخير قبل ما أبدأ ورقتي وأحب أن أمر مرور سريع على بعض النقاط لأدرجتها فيها إذا كان زميلي وصديقي العزيز الأستاذ ناصر عراق انحدر من عالم الفنون الجميلة فأنا انحدرت من عالم الفلسفة عالم التجريد عالم الفلسفة عالم التجريد وأنا بصراحة أقولكم سر إلى قبل أن ألج عالم الأدب والكتابة أنا كنت أعتبر نفسي كائن سماوي يعني كائن أعيش في السماء بعيدة عن الناس بعيدة عن معايير الناس بعيدة عن أفكار الناس لأفكاري الخاصة لعالمي الخاص بعد ما دخلت عالم الأدب بديت أعرف لا أحط لنفسي شروط معينة وقيود معينة حتى أني أنا أقدر يعني أكون ماشية بشكل جيد معهم بدايتا لما كلمتني الأخت وقالت لي أنت مشاركت شبتكون حول العلاقة بين الكلمة والتشكيل والموسيقى الحقيقة ما أدري ليش يعني يمكن أنا ما سمعت العبارة اللي قالتها بشكل جيد طرحت عليها سؤال قلت لها ما في موضوع يكون أقرب لمجال تخصصي يعني للرواية وللقصة باعتباري أنا أكتب رواية وقصة ولكن في الفترة الفاصلة أو في اللحظات الفاصلة بين سؤالي إلها وصمتها وانتظاري أنا الجواب قفزت إلى ذهني الإجابة وعرفت أني أنا فعلا ساذجة بهذا السؤال وقبلت على طول وقلت لها إن شاء الله أنا بقدم ورقة لأني أنا يعني عقب ما بعد ما سكرت عنها الخط فكرت قلت يعني أنا كروائية وكقاصة سواء عرفت أو ما عرفت شئت أم أبيت أنا أصلا أتعامل مع يعني أقتفي مسار الفنون الأخرى أقتفي مسار الرسم الموسيقى التصوير الفوتوغرافي السينما النحت كل هذه الأشياء يعني إذا كانوا يعني في نقطة مشتركة بيني وبينهم أنا أشوف أننا نحن كلنا سواء كنت أنا ككاتبة يعني ساردة أو هم كفنانين موسيقيين أو رسامين أو غيرهم كلنا من وجهة نظري أنا الخاصة لدينا هدف واحد الهدف أن نحن نريد نرسم صورة عن العالم سواء كان العالم المرئي هذا العالم الخارجي الظاهري أو كان العالم الداخلي اللي هو عالم المشاعر والأحاسيس كل واحد منا يريد يرسم هذا العالم وكل ما كان هذا الشخص رسم العالم بطريقة نابضة بالحياة بطريقة فيها روح بطريقة فنية كان هو أقرب للنجاح لما فكرت قلت يعني أنا هدفي نفس هدف الموسيقي نفس هدف الرسام بس الرسام مثلا شو يستخدم عشان يرسم اللوحة يستخدم الفرشة والألوان الموسيقي شو يستخدم اللحن الفوتوغرافي شو يستخدم الكاميرا السينمائي شو يستخدم الضوء أنا شو أستخدم أستخدم الألفاظ أستخدم الكلمات الجمل التراكيب ولكن هذه الجمل والألفاظ والتراكيب إذا كانت بعيدة عن هذه الفنون ستكون جمل وتراكيب معجمية ميتة لا روح ولا حياة فيها وبالتالي ما بتكون مؤثرة ولن تبقى في أذهان القراء وأنا هدفي أني أنا ككاتبة يعني أني أنا أستقطب القراء فكيف أقدر أأثر عليهم أني أنا أقدم لهم شيء واضح شيء جلي ما أقول أني شيء يعني أستخف عقلهم أني أنا أعطيهم شيء بسيط لا شيء يكون واضح شيء أمام عينهم مثلا إذا كنت في مجال يعني لما أبغي أرسم الشخصية على سبيل المثال ملامحة الخارجية لابد أني أنا أستخدم المواصفات اللي تبهرها مثلا شكل كيف لون كيف تقاطيع مثلا أبغي أدخلي داخل شخصيته من داخل نفسي شو شكلها شو حركة الشخصية هذه شو نبرت صوت الشخصية يعني أنا أستعير لغة الفنون الأخرى وأتعامل بها وأصيغها بطريقة لغوية حتى أكون أنا قادرة على التعبير في نقطة أحيانا الفنان أو الكاتب مثلا إذا كان يبغي يعبر عن مواضيع تكون نوعا ما مجردة مواضيع تكون صعبة شوية هل هو يقدر يخضع كل مواضيع كل كلمات كل أفكار للون للصوت للحركة للضوء للضلال للكتلة للكثافة الحقيقة أني في بعض الأشياء لا بتكون صعبة خاصة إذا كنت بتعبر عن موضوع فلسفي أو موضوع مجرد وأنا ما أقدر أنسلخ من تخصصي لأنني أنا أصلا تخصص فلسفة وفلسفة منفرد وأنا يعني للعلم أول إماراتية أدرس فلسفة في جامعة الإمارات يعني هذا اللي أقدر أقول عليه المهم أننا كلنا الفنون كلها تعتبر ظاهرة واحدة ولو كان لكل فن خصائصه ومعالمه الخاصة لكن تظل هناك علاقة الأخذ والعطأ لابد أن تكون موجودة لأن في النهاية هدفنا واحد أن نحن نعرف أنفسنا نعرف العالم ونعرف القراء بأنفسهم بعوالمهم كيف بنا نحن نعطيهم صور حية نابضة وهذا الشيء ما يكون بس بالكلمة المجردة لابد أن تداخل بقية الفنون وشكرا لكم شكرا للاستاذة الفتحية يعني هي بصمت بإبهامها على ما خطه الأستاذ ناصر قبلها من تكاملية الفنون مع بعضها وهذا ما نلاحظه أيضا في واقعنا الملموس يعني لو أخذنا مثلا رواية من روايات نجيب محفوظ ربما أنا لا أفضل قراءتها أفضل أن أراها فيلما الفيلم أخذ الموسيقى أخذ الصوت أخذ الإضاءة أخذ الديكور أخذ الكلمة وأخذ الانفعال الذي أوصى به المخرج الممثلين وأنتم تعرفون ربما أنتم الجملة التي تشاهدونها الجملة التي تشاهدونها من الممثل ربما هو عادها عشرين مرة حتى اقتنع بها المخرج أنها نقلت العمق نحن نرى الجاهز أما الإكشن وما في الكواليس هو شيء متعب تعرفونه هذا التكامل بين الفنون هو ما أكدت عليه الأستاذة فتحية النمر التي أتتنا من عالم الفلسفة إلى عالم الكتابة والحروف المتحدث الثالث الأستاذة العالمية والروائية لينا الحسن لنرى هل ستبصم أم لها وجهة نظر أخرى مختلفة الكلمة لك أستاذة لينا في غضون عشر دقائق شكرا لك يسعد مساكن رح أبدأ من اسمي اللي ما بعرف ليش دائما بيستصعبوه بشيلو جزء منه اسمي الكامل لينا هويان الحسن وعلى فكرة هويان برأيكم هذا ما فيها ألوان فيها ألوان أكتر من لينا ومن الحسن لأنه أسماء شائع اسم لينا شائع جدا والحسن شائع أكتر فهويان هو هذا الاسم على وزن فعلان عشقان يعني هيكنيتي فأحيانا بلقوها صعبة بشيلوها من البروشور بشيلوها فبحس مو أنا يعني المهم لينا هويان الحسن روائية سورية الحقيقة باللحظة التي رأيت فيها عنوان كما تفضلت الصديقة والزميلة فتحية العنوان كان لي بالمفاجئ وغير مألوف وللحظة ما كمان كنت كهارب ضبطة من قبل البوليس لأنني كنت أنا هاربة من عالم الرسم قليلين أو يمكن فقط زملائي واصدقائي بسوريا يعرفوا أنه أنا كنت عاملة معارض رسم بالجامعة خلال دراستي بالجامعة فجيت فعلا جئت من عالم الرسم من عالم الجرافيك كنت أرسم البرتريهات مولعة برسم الوجوه التفاصيل تلك الخلفيات السوداء على التماثيل الرخامية لا أعتقد أني كنت فنانة تشكيلية ناجحة لا أعتقد أني كنت أكون فنانة فعلا تشكيلية ناجحة أو أثبتت حضور أو لا كان تجارب هي مغامرة هي حب هي ولعة طفولي بدأ بمرحلة مبكرة عندما أعطتني مرة تذكر حادثة لا أنساها عندما كنت بالصفة الأول في المدرسة طلبت مننا المدرسة أن وزعت علينا أوراق بيضاء وطلبت من كل طالب أن يرسم ضيعته قالت نرسموك الواحد يرسم ضيعته فأنا كطفل كنت أول طفلة أو طالب ينهي اللوحة لأنه باختصار لوحتي كانت جدا مختصرة هي عبارة عن شيء مستطيل ويقف على أعمدة فتهمت المدرسة قالت هل هو هذا طاولة أو شو فصارت قلبه يمين شمال شو هاد قلت له هذا هاي ضيعتي استغربت قالت شو يعني ضيعتك بيت الشعر لحتى انتظرت المدرسة لحتى إجا والدي لحتى استفسرت من والدي أنه بنتك رسمت هذا الشي وعم بتقول هاد ضيعته وهاد بيت شعر يمكن دائما باب يفتح في الطفولة يلج المستقبل على ما يبدو أنه أنا كان قدري من هذا الوقت أني أرسم بيت الشعر هذا البيت الخيمة البدوية تسمى خيمة لكن هي لأنه منزل منسوج من الشعر كنت أعيش فيه في جزء من حياتي عشت في البادية السورية في منشأي تعرفها بديت قصر بن وردان ذلك المكان الجميل والساحر الذي تحدث عنه عمرو بن كلسون في مطلع المعلقة الشهيرة والجميلة على هب بصحني كيف أصبحين ولا تبقي خمورة الأندرين بديت الأندرين الجميلة واللي إن شاء الله في يوم الأيام قريبا متفائلة أني شوفها الشوق كبير لتلك الفياف ولتلك الأراضي جاء اليوم الذي افتتحت فيه معرضين خلال دراستي وهنا القاسم المشترك والجميل مع الزميلة الفتحية درست الفلسفة في جامعة دمشق ومع دبلوم دراسات عليا في علم الجمال كنت أحب هذه المادة من الفلسفة علم الجمال من أكثر المواد غواية والسحر هناك من يعتقد أن الأشياء الجميلة هي أشياء موجودة وأحيانا هناك في الفلسفة أشياء نقول الجليل هناك فرق بين الجليل وفرق بين الجميل الجميل هو المشهد لحديقة من الورد هي واضح أنها جميلة لكن هناك شيء الجليل هو كان البحر الهائج والمخيف الذي قد يغرق السفن تبدو هناك مفارقة بين الجليل والجميل لكنها لازمتني كثيرا عندما فررت من عالم الرسم ربما لأني لست جديرة به ولذت بعالم الكلمة لأن الكلمة بالنسبة لي كانت عالم أرحب وعالم أوسع لم أمتلك أدواتي في الرسم لكن أعتقد أني حاولت بشكل جدي أن أمتلك أدواتي في الكتابة سأعيد وأكرر على وجهة نظر الزميلين أستاذ ناصر والأستاذة الفتحية لابد منتحاله في الفنون لننتج الناصر لابد أن نكون لا يمكن لكاتب لا يزور المتاحف ولا يحضر الأفلام السينمائية ولا يتابع أن يكون كاتب حقيقي أو كاتب جدير بالقارع ربما أتذكر على سبيل المثال أحد الروايات التي تمنيت أني كتبتها رواية لماريو فارغاسيوس اسمه الفردوس على الناصية الأخرى استلهم لوحات لقوغان وكتب نص جميل جدا وطبعا الأمثلة كثيرة لسنا بمجال الطرح الأمثلة حول دانو براون كيف استلهم روايته الشهيرة بناء على لوحة فقط أقول أن الفنون لا تنفصل الأدب لابد الأدب ملون ليس الكلمات ملونة مثلما لوحات تقول كلمات وشكرا للاستماعكم وشكرا للاستماعكم وشكرا للاستماعكم كان يأتي إلينا ونحن في المدرسة إلى عند الأستاذ واستغربنا اسم هويان فقام أحد الطلاب المشاغمين قال له عمو عمو انت مين كنت هويان طبعا الجواب عن هذا السؤال عند الأعراف البدوية ورية فيه فقال له هويان اسكت لو قد لك مين بيجري دم الحي أهلا وسهلا بك والله لست أنا الذي أسقط الاسم هكذا أتاني الاسم طيب شكرا أيضا الآن هناك بصمة ثالثة بتحالف هذه الفنون وهذه الأجناس الأدبية وهذا التحالف ليس طرحا جديدا من السادة الضيوف إنما هو موجود في إرثنا الثقافي العربي الزمان البحتوري عندما وصف إيوان كسرة بعد يعني انتصار الحضارة أو اضمحلال الحضارة الساسانية ذهب إلى قصورهم ليعزي نفسه بمقتل المتوكل فعندما نظر إلى اللوحة التي تركها الفنان على حائط القصر عن إحدى المعارك أراد المتنبي أن يصف الجنود والمعركة والضرب السيف فقال يغتلي فيهم ارتيابي حتى تتقراهم يداي بلمسي البحتوري شك في قدراته العقلية هل أنا أرى لوحة أم أنا أمام رجال يتحركون هذا تحالف أجناس البحتوري شاعر نظر إلى لوحة رسام هاله اللون وامتلك الشعور أحمد شوقي عندما رأى النقوش على المعابد قال كأن الصانع نفض منه ليراع بالأمس نفضا كأن هذا الرسام أمس غادر لوحته وهي عمرها من عمر توتغنج أموني ربما هذا التحالف بين الأجناس موجود في إرثنا الثقافي القديم وفي أيضا موجود بعد أن جاءت الدعوة الإسلامية السمحة كان في عصور الأدب العربي بعد الإسلام وموجود حتى الآن لكن هناك تيار لا نخفي أنه يريد الفصل ويظن نفسه في عالم متقوقع أنا كاتب ليس لي علاقة بالفن التشكيلي لا أسمع لحنا جديدا من وجهة نظر شخصية ربما تؤيد ما قاله ضيوف ندوتنا أن هناك قصورا في ذلك وأعقب على ما قاله الأستاذ ناصر كيف أن ذائقتنا العربية التكاملية في عام 1923 وربما كان عدد المدارس الرسمية في كل الوطن العربي لا يتعدى أصابع اليدين كان كل الدول العربية تقع تحت الانتداب وخارج من سلطة الدولة العثمانية التي كانت لا تشجع على التعليم كيف وصلت يا جارة الوادي طربت إلى آذان المستمعين في ذلك الوقت ولم يكن هناك لا فضاء مفتوح ولا أنترنت ولا فضائيات ولا 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 وكيف الآن وصل بنا واسمحوا لي على اللغضة الإسفاف في الكلمة أو أحيانا في اللحن إلى درجة أن شخص بسيط كنت من أسبوع كان معي في السيارة وكنا نسمع أم كلثوم على إزاعة أبو طبي وهو ساكت أنا ظنيته نايم أنا كنت أسوم ثم نظر إلي وقال لا تظن أنا نايم أنا أسمع الحجي طبعا هو بيقول عن أم كلثوم الحجي زي ما يقوله في مصر وبعد قليل غيرت أنا باستمع لمجهز الأخبار غيرت إلى إحدى الإذاعات لا أريد أنه شهر بحده إلى الإف إم وبعد مجهز الأخبار طلعت موسيقى فقال لي عبد الرزاق أرجوك أغلق الراديو هذا شاهد نحن الآن في عصر كلما صدقوني كلما تنافرت فيه هذه التشكيلات البصرية والحرفية والضوئية والذوقية كلما انحدر بناء الذوق العام وكلما تآلفت مع بعضها كلما ارتقى ذوقنا الأدبي والفني والتشكيلي طبعا الضيوف قدموا الآن ما عندهم تاركين التكملة لما بعد انطباعكم عما قالوا الآن أفتح بابا للحوار أو للأسئلة أو للتعقيبات إن وجدت أيضا منكم للتفاعل مع الندوة فالندوة ليست محاضرة جامعية إنما هي أخذن وعطاء وأنتم فيها ضيوف كلكم والله أنا في معنى متسع جميل جميل أنا كنت بتكن تتعبوني في الوقت الآن تصار عندكم كلام تضحك الدكتورة مانية صح يا دكتورة يعني لت طيب طيب ما زال شوفي استاذة فتحية ما زال لكل واحد منكم خمس دقائق قبل تعقيب الجمهور لكن أنا قلت مع التعقيب تأخذين ما عندك بس سجليها عشان ما تنسي لا 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 ننسها لا اسمحي لي نحن التربويين مننسى والله نحن التربويين مننسى طيب أشكركم طيب نبدأ من جهة اليمين جعلكم الله من أصحاب اليمين دائما وأبدا تفضل دكتور صبر مسلم حمادي حقيقة أثارت هذا اللقاء الجميل مع الأخوة الأستاذ ناصر والأستاذ فتحية والأستاذ لينا شجونا لدي حقيقة أنا منتبه لما يكتبه الشاعر أحيانا الشاعر الماهر في الاعتقادي هو الذي ينتبه ليس فقط لإقاع المفردة والإقاع المفردة هو موسيقى حقيقة لكن أيضا هناك شيء اسمه الصورة البصرية هناك شيء اسمه الصورة الشمية يمكن أشار الأستاذ إلى نماذج جميلة ومعروف لدينا مثلا عشاء قيس وصناجة العرب يعني بمعنى هو موسيقي أيضا هو شاعره موسيقي ومعلوم أن الإقاع العربي أيضا قوي جدا وإن كان حتى في قصيدة النثر يمكن أن يكون هناك إقاع إقاع المفردة الواهدة أيضا إضافة إلى ذلك أنا انتبهت أن الشاعر الماهر هو يشتغل على كل الحواس يعني هناك صورة اسمها الصورة البصرية وهذا موجود في علم البلاغة يعني الآن الحديث أو المعاصر هناك الصورة الشمية هناك الصورة اللمسية تتقراهم ويدايا بلمس كما ذكر الأستاذ هناك صورة ذوقية أيضا يعني كذكر الشراب أو الصفاء الماء أو شيء من هذا فإذن حقيقة وهذا ليس في مجال الشعر فقط يعني هو أيضا القاص الماهر أو الرواء الماهر حينما يكتب أيضا ينتبه للحواس فيمكن إذا طلع على كل الفنون كما تفضلتم يعني يكون هذا رصيد له حينما يكتب لكن هي المسألة الخوف من أن يكون على السطح في كل هذه الفنون هذه الخطورة هنا يعني هو ينبغي أن يتعمق في مجاله هو معروف أنه الفنان الموهوب حقيقة مهوس مهوس بجانب واحد برؤية واحد باتجاه واحد لكن هذا لا يمنع أنه أن ينتبه إلى بقية الفنون لأن الفنون متكامل ولدينا نماذج عن جبران خلي جبران كان رسام ماهر وكان أيضا شاعر وكان أيضا قاص وأشكرا لكم حبيب أشكرك دكتور سفري نعم ننخلص الجانب هنا إذا في حد تفضلي أستاذة تعرفين بشخصك الكريم لم يأتوا فيه إعلامية وبارسة لعلم وتقافة الأطفال أهلا بك معايش أنا عندي سؤالين أقولهم بسرعة جدا أولا إحنا ليه بنحكم دايما على الفن بأنه هابط أو مش هابط يعني فكرة مجرد نحني بنحكم على الفن هذه معايش أو أ giving الفن بأس سؤالية ؟ ممكن الفن يقول يعجبني أو يعجبني إنما هابط أو مش هابط لأنه ممكن يبقى مش مناسب لحد وبيناسب حديث ثاني غير إحنا عندنا في العالم العربي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هل هي تجمع مثلا الفنان ولا هل هي جهود فردية هل فيه منصة تجمع الفنان والموسيقي والرسام ومع بعض وكذا زي مؤسسة شكرا شكرا والله تجاوب الأستاذة تجاوب الأستاذة لم يأ تفضل بس سريعا وفق اللي بقاله الدكتور صبري الأول سريعا في نمازج مرسة كل الفنون أو مرسة مجموعة الفزايا صلاحة جهين مثلا شعر عمية ورسام وممثل وغنى بعض الأغنيات بصوته كمان يعني صلاحة جهين صاحب الأغاني ده نمرة واحد نمرة اتنين في بيكار شيخ الرسامين المصريين كان رساما وكان يكتب شعرا بالعمية وينشر في جريدة الأخبار القهرية كل يوم جمعة بجوار رسمي يعني هو اللي رسم وهو اللي كاتب كان نمازج بخصوص بس سؤال الأستاذة في مؤسسات يعني مثلا حنكلم على مصر في أتلي القاهرة اسمه أتلي القاهرة للفنانين والكتاب اسمه كده أسي السنة 54 في وسط البلد في القاهرة وفيه هنا أنت في معرض الشرقة فيه كل الفنون في معرض الشرقة دي نمرة اتنين بخصوص بس الفن الهابط والفن ليه بنحكم أي نشاط إنساني في أي مجال يستدعي بالضرورة الحكم عليه الحكم بالإجاب الحكم بالسلب الحكم بأنه هابط أو جيد أو ذوق رفيع ده أمر طبيعي جدا لأن مسألة يعجب أو ما يعجبش وفق المعايير من؟ أي مجتمع هناك نغبة متذوقة أرقى من العامة ده قانون ده قانون وهم اللي بيقودوا يعني في سابق لما يبقى أم كلسوم وعبد الوهاب ورياض الصنباطي وشوئي ويوسف وهبي في العشرينات والثلاثينات هما قادوا وطاع حسين وتوفيق الحكيم أنا أتكلم على مصر بحكم أن أنا أعرف أتكلم عنها كويس مذكرها كويس هما قادوا النهضة الثقافية والفكري أنت ما تقدرش تقولي من الثمانينات ولا السبعينات وانت جاية أن أحمد عدوية وأن فلان وفلان وفلان قادوا نهضة أكيدا حط المجتمع وأصبح أقصر حطاط زي الحضارات الحضارة الإسلامية كانت في زهوها إمتى وبعدين انكسرت بعد غياب النجوم اللي قادوها فكريا واجتماعيا وسياسيا يعني يعني حتقرني الأطلال ويا جارة الوادي بالغنوة اللي بيغنيها شكوكه لماذا الهجر لماذا يا جارح قلبي بإزازة أنت حنتحك عليها وبس لكن هل دي ستقود وتسمو بذوق الإنسان الإنسان كل مدر مفروض يسمو ذوقه ويرتفع والمبدعين الحقيقيين هم اللي بيقودوا هذا الذوق فحتما هناك فن جيد وفن عادي وفن هابط وبينقصين كلمة فن لأن الهابط ما يستحقش كلمة فن شكرا جزيلا شكرا أمناخ سؤال وبتعلقي على السادة لم ياء أكد على كلام أستاذ ناصر عراق يعني أنا أشوف أنه نحن من حقنا أن نحن نحكم على الفنون من حقنا أن نقول ومن حقنا أن نقول لابد أن يكون في شروط ولابد أن نحن نقول أن يكون في رسالة أنا أقول للفن لابد أن يكون لرسالة إذا كان الفن ما للرسالة ما للهدف حتى لو كان الهدف وكانت الرسالة المتعة الجمالية المهم أن يكون له هدف إذا ما كان له هدف فهو يكون مشكوك فيه يعني فعلا ما نقدر لا تحطون في بالكم الأغنيات وكلمات الأغنيات التي ذكرها الأستاذ ناصر لأنه مثلا لقامات كبيرة معناته أن الصغار نحن نريد أن نفرض عليهم ذوقنا القديم لا لأننا نقول هذا شيء خدم هذا شيء رقى الذوق ارتفع بمستوى الذوق والذائقة فمن حقنا نحن ندعو لمثل هذا أما بالنسبة للحديث ممكن لسيء ولكن إذا كان بدون هدف وإذا كان يعني استخفاف بالإنسان بقيمه بمشاره فأكيد أن نحن لا بد أن نحكم عليه ولا بنكون متحالفين مع الشيطان طيب في هذا الأخير من هذه الجهات تفضل أيها أستاذة مرحبا سارة أميمي كلية الشيخ محمد للإعلام أيدي طالبة صحافة أود أن أسأل سؤال استوحيته من تعليقك أستاذ عبد الرزاب ألا تظنون أنه لكل فن بصمة أو شفرة خاصة لها لا تستطيع أن تترجم بدقة لفن آخر أو مثلا الكتاب أو الرواية لا تستطيع أن تترجم بدقتها وبشفرتها إلى فيلم بحذفيره فما تعلقهم على هذا الموضوع سؤال لي؟ نعم هو لكل فن خصوصية أكيد قواعد كتاب الرواية غير قواعد إنتاج الفيلم غير قواعد النوتة الموسيقية لكل فن كما تفضلت أو كما قلت شفرة ومعايير وأسس لكي ينتج هذا الفن بدقة يجب أن تتبع لكن نحن قلنا التكامل بين هذه الفنون نعم الفيلم الكاتب يعطيه الكلمة والممثل يعطيه الإحساس والموسيقى يعطيه الموسيقى التصويرية والفنان يعطيه الدكور كذلك المسرح لماذا قيل عن المسرح أو الفنون يجمعها كلها وأظن كونك في العلامة حضرت ربما المسرحيات يعني لايف على الهواء مباشرة ورأيتي الدكور ورأيتي الممثل ورأيتي الأزياء ورأيتي الإكسسوارات ورأيتي الموسيقى التصويرية ورأيتي السيناريو المسرح ورأيتي أيضا الإضاءة والستارة وكل هذه الأمور تتكامل مع أن كل واحد من هذه تحتاج إلى دراسة أو هي لها أسس الجماعة قالوا عن التكامل وليس تذويب هذه الأجناز شكرا لسؤالك أستاذا طيب هذا الطرف تفضل أخي الكريم في الخلف لو سمحت المايك الله أستاذ حضرة المقدم يبدو أنك تأثرت بالمحاضرات في المدرسة وجيت عاست الدينة ديريس يعني في أمور في غاية البساطة في الواقع أنا عايزة أسأل سؤال لكم الأربعة يعني ما علاقة سؤال على إقل الفن بزماننا الثغافي هذا هذا سؤال أجيب عليه من قبل عصر الطباعة فانتظاري كان مختلف يعني اتوقعت أنه على الأقل الحديث سيكون فيه تنويع على الأشكال ما يسمى بالفنونة البديلة أو الفنونة الحديثة فجيت لجيت كلام إذ قال يعني بشكل مستهلك وحتى المداخلات يعني يعني حقعدين هنا لدينا ساعة أنا محبط بصراحة شكرا وأنا أشكرك أيضا لا ولأعقب عليه يعني كوني أنا أتيت من المدرسة لألقي محاضرة أخي الكريم وما أعرف نبي اسمك يعني اسمك الكريم أهلا أخي عصام أنا أفخر أني تربوي وأعطي محاضرات لكن في موضوع ندوتنا الموضوع حددته الإدارة وربما على أقل فالن موضوع كبير لا تكفيه هذه الساعة لكن نحن أخذنا من كل شخص تجربته أو تجربته الخاصة ربما توافقت مع ما هو في بالك ربما وربما تخالفت فهذا من حقك لكن أيضا نحن من حقنا عليك أن يعني يكون لنا عندك احترام المنصة الأستاذة لم يختلفت معنا لماذا تقولون هابط وحقها وأجبناها أما نعم لا اسمح لي أخي عزام أنت طرحت السؤال بحدة يعني سمح لي بقول فيها شيء من الإهانة أشكرك أشكرك طيب نتابع أيضا تفضل الأستاذي الكريم لو سمحت المايك الدكتور عماد الكيلاني أهلا دكتور الله يسعى لك أنا سؤالي أو استفساري لما بيجي شاعر بكتب قصيدة شاعر ممكن في قفلة شاعرية معينة يوصف قضية كاملة يعني لو أخذنا محمود دارويش مثلا عندما قال وأذكر في لقاء العين بالعين بأن مرة كنا وراء الباب أثنين أعتقد لأن أنا عملت عليها ماجستير هذي في تخصصه في الترجمة ولكن كانت يحكي عن الدكتور الشتات بهالكفلتين الصغار هذول إنه إحنا كنا وإحنا صغار كنا في بيت واحد يتفرق فهو وصف أو صور 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 معاناة كاملة بيقفلتين شاعريتين أفهم إنه رسام رسام لاوحافة يعني كانت كلها عبارة عن رواية بتفاصيل أفهم بإنه إنتي شفت منظرة أو حكاية صغيرة أو حادثة معين تكتب عليها قصة لكن معقول الرواية أستاذ ناصر رواية بتفاصيلها بشخصها بشوارعها بناسها بعفكارها بالمقاصد اللي أنت بدك إياها من خلال كتابة الرواية بنفس الطريقة مثلا إنك تتأثر التأثير لما تكتب رواية معينة أو بخطر في بالك تكتب مثلا الأسبكية تعشت حي الأسبكية مثلا بتفاصيله وبناسه بهمومه بقوله وصورته هل نفس التصوير نفس المعناة أو نفس التفكير أو نفس الطريقة اللي فكر فيها لما إيجا رسام رسام له أو كانت معبري عن رواية كاملة أو عن حدث معين نفس الشاعر لما يكتب قصيري ولا بتختلف شكرا شكرا أنا سأجيب عن جزء وأترك الجزء عن أسبكي لك دكتور هنا تكون المهارة بين شاعر وشاعر أو بين فنان وفنان نعم أحيانا وأنا لي عشر مجموعات شعرية وأسمع من زملائي أحيانا تسمع النص من أوله إلى آخره أنت لا تعرف الشاعر ماذا يريد أو ماذا يقول أحيانا ذكرت مثال لمحمود درويش يكثف الشاعر فيعطيك هذه الجرعة الكبيرة التي تعبر عن مأساة كبيرة بجملة يعني نفس محمود درويش مأساة الطفلة الفلسطينية التي قتل أو استشد أهلها جميعا على البحر وبقيت حية وكفلتها دولة الإمارات العربية المتحدة محمود درويش بكل بساطة قال على البحر البنت أهل وللأهل بيت وللبيت نافذتان وباب وفي البحر باخرة تتسلى بصيد البشر أسطر لخصت مأساة مأساة قضية هذه مهارة يعني الشعراء كثيرون لكن الماهر لكن الماهرين قلة نعم أما بخصوص ما تعلق بالأزباكية فأهل مكة أدرى بشعابها أولاً أنا أشكر حضرتك على المدخلة وتذكرنا بالشعر درويش أنا أظن أن كل فن يحتاج من صاحبه إذا أراد أن يكون مجيداً ومتقناً أن يبذل الغالي والنفيس يبذل جهد كبير في التركيز في فنه بتأكيد الذي يكتب رواية جيدة غير الذي يكتب قصيدة جيدة والجهد العصبي والنفسي والمعرفي في كتابة الرواية أو في كتابة قصيدة مختلف من قصيدة لرواية للسينما للوحة تشكيلية يعني بعض الرسامين رسموا روايات يعني فيه رسام مصري اسمه أوفا ريان ترجم رواية ما اتعمل عزلة إلى لوحات زي ما البنوت الجميلة قالت ممكن ينفع يعني ينفع بإحساسه زي ما يتجيب رواية لحد مشهور يعني الحب في زمن الكوليرا المركزة عملت فيلم أنا بعتبر الفيلم سيء للغاية رغم الفيلم جيد كانت فيلم سيء للغاية الرواية كانت تحفة خالدة الفيلم المخرج لأن ده ده فن وده فن يعني من هنا الفلوق أرجع بعد إذنك للأستاذ عصام السؤال اللي وجهت لنا إحنا الأربعة إنت اعتبرت ما قلنا يعني مكرر مش هكذا فهمت صح بزمننا اللي احنا فيه الآن ما علاء قلفا هذا السؤال ما علاقته بهذا الزمن الثقافي الجاري طبعا احنا في نفس نفس الزمن الزمن الآن يقدر رسمون وشعراء ورؤيون وموسيقيون ومطربون والعلاقة ما بينهما في هذه اللحظات التاريخية اللي احنا فيها لا أظن أنها ليست على ما يرام ليست هذه العلاقة الآن على ما يرام بالقياس لما كانت عليه في الأعوام أو العقود السابقة يعني انت شوف علاقة أو علائق الفن من العشرينات لأوائل السبعينات وشوفها الآن حصل فيه انشطار حصل فيه تردي في هذه العلائق مع بعضها فأصبح المنتج أقل قيمة مما كان ينتج قبل أربعين عاما وخمسين عاما وستين عاما على مستوى الشعر على مستوى الرسم على مستوى الموسيقى على مستوى السينما على مستوى المسرح وده نعكس بالضرورة وبالطبيعي على حلنا العربي بشكل عام الآن هل حلنا العربي الآن البلاد اللي فيها حروب والاستعمار يعني هنفتح في باب بقى كبير جدا سياسي هذا ما نقوله الآن في تقديري الخاص أنا ناصر أراق أن هذه العلائق ليست على ما يرام الآن أتمنى أن أقبت بإيجاد شكرا أستاذ ناصر تختم الأستاذة لينا هويان الحسن والأستاذة الفتحية بكل واحد دقيقة أو دقيقتها أنا أشكركم كلكم على مداخلاتكم وعلى حسن استماعكم ونعتذر للي يعني إحنا ما كنا قد طموحه وتطلعه بالنسبة للمحاضرة هذه وأنا من البداية قلت يعني حتى العنوان أنا شفت أنه شوي نوعا ما غريب ولكنه موجود الفنون كلها متعالقة مع بعضها البعض يعني أنا أقول كل واحد منه يتكلم من ناحية من حيث تجربته أنا بالنسبة لي المسألة كانت في غاية الصعوبة لأن أنا مثل ما أخبرتكم أنا ياي من عالم التجريد يعني كون أني أهتم بالأشياء البصرية وأهتم بالأشياء السمعية وأهتم بالأشياء الذوقية والشمية كانت بالنسبة لي يعني فيها صعوبة لكن لابد مدام أني أنا أبغي أكون روائية جيدة ما أقدر أقدم كلام مجرد كلام ما ينفهم كلام ما في روح ما في إحساس لابد أني أنا أسوي هذا الشيء وأنا كنت أسوي وأنا ما أدري أني أنا أتصاحب مع الموسيقى أو أتصاحب مع الرسم أو أتصاحب مع التشكيل أو مع السينما أو غيرها في نقطة أخيرة أبغي أقولها أنا حتى في عملي الأخير اسم كولاج استخدمت يعني تقنية أتمنى أو أزعم بأنني أنا استخدمتها وأتمنى أني نكون نجحت في استخدامها هي تقنية تعدد الأصوات أني أنا اخترت خمس شخصيات كل شخصية يعني من خلفية مختلفة حاولوا أن الشخصيات الخمسة كلهم كأنهم كانوا في فرقة موسيقية واحدة كل واحد يغني بصوته لكن في النهاية كلهم كانوا يدفعون الأحداث إلى النهاية وعرفت بعد ذلك أن هذه الطريقة التي أنا استخدمتها هي طريقة ما أخوذها من الموسيقى يعني أيضا أرجع أقول أن في علاقة شئنا أم أبينا أعلمنا أم جهلنا بين ما نكتبه نحن كمتعملين مع اللغة والحروف وبين الفنون الأخرى وفي التضافر حتما بيكون في فائدة وبس بشرط أن القاس أو الروائي ما يحطي بال أن يخلي كلامك كل بهذا الشكل ولكن هي بروحها تأتي تأتي في سياق العرض والكتابة وشكرا لكم مرة أخرى لكي لا تقال الأشياء كما قالت لها الزميل هناك عصام أو شيء لكي تقال بطريقة لائقة وفنية فيها روح حقيقة من الود لكي نصل للود برأيكم كل هذا التاريخ الحافل بابتداء من الرسوم في كهوف كهوف الإنسان القديم الذي كان يعيش على الصيد والالتقاط حتى اليوم للوحات التي تزدان بها الدور أو الغاليريهات ألم نصل إلى طريقة لكي نقول الأشياء لكي نتواصل بطريقة فيها شيء من اللطف والود هو تساءل شكرا لكم حضرتني الآن تذكرت وأختم بها رسالة من جبران خليد جبران إلى مي زيادة جبران خليد جبران أديب معروف من لبنان كان في بلدتهم بستان تفاح في الربيع نبتت الأعشاب تحت الشجر فصار أعشاب خضراء تحت الشجر فيقول لمي يا مي سألت الراعي عن هذه الأعشاب فقال رائع للأغنام سأرعى أغنامي فيها وسألت الفنان قال هي لوحة إلهية رسمتها يد الطبيعة سألت أبي قال هي أعشاب ضارة يجب حراسة الحقل لاقتلاعها سألوني وأنت يا جبران فرأيتك فيها يا مي في الأعشاب فلكل إنسان فلكل إنسان له وجهة نظره وتجربته الذاتية سواء كان تشكيليا أم كاتبا أم موسيقيا في نهاية هذه الندوة الجميلة بضيوفي وبكم أتوجه لكم بجزيل الشكر وأشكر كل من الرواي والفنان التشكيلي الصديق ناصر عراق والروائية الأديبة التربوية الأستاذة فتحة النمر والإعلامية والروائية لينا هويان الحسن وأشكركم جميعا وإلى أن نلتقي في ندوة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته